موسيقى بسم الآب وليب نورح القدس آمين نهار الجمعة من أسبوع تجديد البيعة تجديد الهيكل تجديد هيكل الإنسان والإنسانية الدخول في عهد الجديد مع ميلاد ربنا يسوع المسيح الدخول في التحول بالمفاهيم العقلية والفكرية والقلبية يعني بشكل عام الإيمانية أقرأ من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس ماركوس الذي بشر العالم بالحياة ماركوس 2.18.22 كان تلاميذ يحنى والفرسيون صائمين فجاءوا وقالوا ليسوع لماذا تلاميذ يحنى وتلاميذ الفرسيين يصمون وتلاميذك لا يصمون فقال لهم يسوع هل يستطيع بن العرس أن يصوموا والعريس معهم؟ ما دام العريس معهم لا يستطيعون أن يصوموا ولكن ستأتي أيام يكون فيها العريس قد رفع من بيدهم فحينئذ في ذلك اليوم يصومون لا أحد يضع رقعة جديدة في ثوب بالي وإلا فالجديد يأخذ ملأه من البال فيصير الخرق أسوأ ولا أحد يضع خمرة جديدة في زقاق عتيقة وإلا فالخمرة تشق الزقاق فتطلف الخمرة والزقاق معا بل توضع الخمرة الجديدة في زقاق جديد حقا والأمان لجميعنا يسوع بفسر الإشياء بحث زيتها المرة واضحة واضحة أنه التحول من العهد القديم للعهد الجديد والتجديد من بعد التقديس يقتدي أنه يكون فيه نوع من فصل من فصل الجديد بده مفاهيم جديدة طريقة تفسير جديدة وهي ما تقوم به الكنيسة من وقت اللي بلشه الرسل اليوم وخاصة مع ماربولوس كيف يشرح مفاهيم العهد القديم هو كف الرسم يتخصص بكتاب المقدس كان عم يتطهد الكنيسة على أساس تفسير الشريعة بالعهد القديم بحسب كتاب المقدس شوي صار يقشع غير شكل يفسيره غير شكل يقول بأنه يسوع الله بالنبي إشعي قال أريده رحمة لذبيحة وأنه يوم السبت للإنسان مش الإنسان للسبت من يسوع تغير عقل بولوس كليا وصار يقشع كل الأمور بطريقة مختلفة ما كان قادر بعد بولوس أنه يرقع بين الأديم والجديد كان يقتضي أنه يحط يسكب مفهوم القيامة مفهوم الصليب مفهوم الخلاص بالكنيسة الجسد الجديد للمسيح وإثباتا أنه لفترة طويلة كانوا اليهود والمسيحيين يصلوا سوا ويجربوا أنه يقدسوا سوا ولكن لأي يوم الإيام بولوس أنه لا ما بقى فينا نلتق مع بعض ما فينا نضحك مع بعض اختلف هو الرسل الرسل قال له لا تيسير مسيحي بده يختتن بده يطهر طار أنه قال له لا ما في زمن التطهير لأنه الإيمان هو بالقلب وليس بالجسد فعمل نوع مثل المساوية معهم لفترة بس بعدين أكد أنه ما هو للجسد والتطهير ليس هو الإيمان الختانة هي ختانة القلب هذه بعض المفهيمة نقول كيف يسوعا بيقولهم أنه خلاص العريس معهم ما بيصوموا بس يتركهم بيبلشوا يصوموا ولكن صوم جديد طريقة جديدة مفهومة جديدة مش بيصوموا للشريعة بيصوموا محبة بالمسيح وأكيد هالإيمان اللي انسكب بقلوب هالرعية الجديدة هالجسد الجديد بده يعشوه بطريقة جديدة وما يظل يساوموا ما بين جديد وعتيق وشريعة وحب ما فيه فصل نعم نعم أو لا لا ومن وضع يديه على المحراث ونظر إلى الوراء لا يستحقني بعدة محلات بالإجيل بيأكد أنه خلاص مشيت معي بدك تمشي معي على طول قلبنا معكم وقلبنا مع المسيح استعدادا لا تخولنا بعيد الميلاد إن شاء الله كلنا ما منتطلع لوراء ما منتطلع إلا دايما لقدام ومنجدد حياتنا ومنقدسها حتى يبقى يسوع وقلبنا الله معكم اشتركوا في القناة